أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية اليمنية الشقيقة التي تمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنها أن تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا وتعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات ويعوق تحقيق السلام المنشود لا سيما فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة وأكدت أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير هذا وارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مدنية وحيوية في مدينة الحديدة اليمنية إلى ستة قتلى وإصابة 83 آخرين من ناحية أخرى قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إيلات الإسرائيلية موضحا بأن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية أسقطت الصاروخ قبل عبره الأراضي الإسرائيلية فيما دوت صفاراته الإندار قبل اعتراض الصاروخ مما دفع الإسرائيليين الفرار إلى الملاجئ ترجمة نانسي قنقر